اهلا بكم وفيش سنان بالقوة دي وارجوكو متستخدموش سنانكو يا جماعة بطريقة يعني تقلق انا مرة كنت قاعد مع حد يعني اللي يت ايه ازاز بيبسي فتاحة جماعة نفتح البيبسي انا بحب اشرب يعني الحلمية الغازية من ازايز محبش اشربها من كانت فتاحة جماعة فتاحة مندور على الفتاحة فهات بازة ايه فتح البيبسي طبعا اللي هو ايه رد فعلي الواحد بمساعات مش لاحق يعني اللي انت عملته دا يعمل حاجة اللي انت عملته دا وشيء مخيف جدا واحد يستخدم سنانه استخدام زي اللي احنا شفناه كان المسدس يعني في عادات كتيرة غلط بنعملها عادات سلبية كتيرة مش بقى مش مجرد ان انت بس تتفتح بحاجة لا لا في حاجات تانية كتيرة اولا في مثلا ناس عندهم عادة انه يأكل الاكل في ناحية واحدة بيأكل دايما ناحية الامين هي دي بيبقى ساعات مضطر ناحية الشمال فيه سنان وقعت منها وسايب ومطنش الكلام ما زرعش سنان فده ممكن يضر وشه في السيمترية كمان فيه ناس عندهم اكل المخللات كتير ده بيدر السنان جدا فيه ناس بيشربوا مشروبات غزية كتير بطلق الحمد لله رجعت ما بشربش مشروبات بشرب مشروبات طبعية فيه ناس بيمهملين في تنظيف السنان بتاعتهم فيه ناس بينظفوا سنانهم او بيستخدموا الخلة اللي احنا شفناها دي بشكل اوفر جدا والخلة دي ممكن تعمل مشاكل كتيرة جدا فيه ناس بتستخدم اسنانها استخدامات عنيفة زي ما احنا اتكلمنا في بداية كلام فيه ناس بتستخدم بقى حاجات مخيفة للسنان السجال الالكتروني على فكرة دي من اكتر الحاجات اللي ممكن تدمر سنانك السجال عموما الشاي والقهوة بس السجال الالكتروني اللي انه فيها مواد مؤينة ممكن تدمر السنان كلها كل ده في النهاية وصلك لحتة ان انت سنة تقع تتلخلخ تضعف تتكسر تروح لو السنة دي امامية بينة انت بتتحرك اسرع السنان الخلفية بيخليك مش بينة فبتتحرك ببطء بس بتضطر تروح في الاخر نتيجة مشاكل كتير انا فاهم عن نهارة الزراعة اختلفت تماما عن قبل كده قبل كده ده الكلام ده نبتكلم على تطور الزراعة في العاشر وخمساشر سنة اللي فاتوا تطور كبير جدا نهارة هنفهم كل ما يتعلق بالزراعة وهنجاوب على ملفات كتير اوي في هذا العالم الممتع جدا عالم التكنولوجيا خدمته كتير نهارة ده حوارنا مع ضيف العزيزة الذي يبدأ دائما والحقيقة بنسعد جدا وبسعد جدا بان انا نلتقي عشان انا بستمتع بحوار اولا ساموست ريسن ساموست ابانسد وبالاضافة لكده في الجون وبيجاوبنا على كل الخلافات وكل الدوشة اللي بتوحيت بأي موضوع النهارة الزراعة اكيد فيه دوشات معينة وحاجات معينة هنجاوب عليها المبدأ دائما والذي قدم الكثير من العطاء الجيد جدا لعالم الثقافة المتعلقة بطب الأسنان واحد من ميجسر هذا العالم ضيف العزيز الأستاذ الدكتور نوريليم مصطفى فارق جبر كده بين تجميل الأسنان وتشويه الأسنان تجميل الأسنان بالذات أول خطوة الحالة لازم تاخدها هي أنها تروح لدكتور تجميل الأسنان الدكتور تجميل الأسنان هو اللي عنده الأدوات والفيجن اللي تقدر تحول من الشكل اللي مش مصبوط لشكل جمالي متناصب ده إجراء مهم جدا ده حاجة في وشه احنا بنتعامل دائما كده عندنا شعار اسمه التجميل في التفاصيل الدكتور نور الدين مصطفى تخرج من كلية طب الفم والأسنان جامعة القاهرة تخصص في مجال تجميل الأسنان عضو الجامعية الأمريكية لتجميل الأسنان عضو الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان جامعة نيويورك ضيف العزيز دكتور نور الدين مصطفى المتخصص في مجال تجميل الأسنان وعضو الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان من جامعة نيويورك المدرب المؤتمر بالجامعية الدولية للتصوير الرقمي نورت الدكتور أهلا أهلا دكتور وحشني جدا وانت جدا جدا اليهاردة انا جايلك بملفات خاصة بالزراعة تمام ونفتح ملف ملف ونقفل بقى ايه زي ما يقولوا الصغرات والفوضى الحادثة حواريا حول الزراعة في كثير من الأحوال عايزة أبدأ الأول عن الأحدث ايه الأحدث دلوقتي في عالم الزراعة؟ بص الزراعة من أكتر فروع طب الأسنان اللي استفادت من التكنولوجيا واحد أصلا فكرة الزراعة زي ما زي ما تقال في أول البرنامج دي بدأت في أول الخمسينات باكتشاف مذهل ان التايتينيوم الجسم أو العظم بيفكروا عظم أو بيتقالف معاه وبترصب عليه وبعملها اسمها انكيلوزز أو تعظم فبيبقى التايتينيوم ده هو والعظم حاجة واحد أكتر الفترة اللي فاتت بقى كل التكنولوجيا مبنية على ايه؟ ازاي عالج سطح التايتينيوم وعمل منه سبايك تساعد ان العظم يمسك أسرع وأخوة لان انت في الأخير عايز تعمل ايه؟ عايز تعمل زرعات تعيش معك وتعامل بيها انها زي الأسنان الطبعية يبقى هنا أهم حاجة عندي الديوريبيريتي بتاعت الزرعة ديوريبيريتي الزرعة مبنية في الاساس على ايه؟ على قدرة العظم وقوته في الالتصاق او ان هو يحصل له تعظم أو سيونتجريشن مع الزرعات وصلنا انا شايف ان احنا وصلنا دلوقتي ان الحمد لله نسبة نجاح الزراعة من 95-99% ودي من أعلى نسب نجاح اي عملية في طب الأسنان يعني في ناس ايه؟ تقول لك قصنا قلعنا من الزراعة طب هي نسبة نجاح حق ديه؟ حاجة بتروح تعمل كل الإجراءات في طب الأسنان وعمرك مسألة السؤال ده يعني علاج العصب نسبة نجاح حق ديه؟ أقل من الزراعة التركبات السابتة أقل من الزراعة وانت بتعملها وانت متطمن ليه؟ لانه بقى إجراء روتين بقى إجراء معتمد بقى له سنين الزراعة بس عشان هي إجراء مش معتاد لسه جديد وطبعا هو مش جديد قوي انا منتكلم من هو من الخمسينات وتطور قوي آخر عشرين سنة بس هو استل فرع الناس مش متعودة عليه فقال انا منه على العكس الزراعة هي من أقمن ومن أنجح العمليات اللي احنا بنعملها في طب الأسنان ده بفضل إيه؟ بفضل إن التكنولوجي بفضل التطور في المواد اللي احنا بنستخدمها فيه عشان توصلنا إن احنا نعمل زرعات ديربل بتمسك أقوى بتعيش أكتر في التكنولوجي هنا فدتنا جدا جدا معالجة الأسطح قوة الزراعات نفسها لما تعمل سباك من التايتانيا وتبقى قوية لدرجة إن انت تعمل منها زرعات رفيعة جدا علشان خطر الحالات اللي عندها مشاكل في زراعة العظم ومش عايزين ندخلها في زراعة عظم فأقدر ألاقي زرعات حجمها قليل أو رفيعة عشان أقدر دي لو أنا عندي الزرعة حجمها قليل ما ده وارد تبقى لو معمولة من مادة ضعيفة هتكسر لا هم قدروا يوصلوا إنهم يعملوا زرعات قوية جدا مهما قدرنا نخلي السمكة أو الدامتر بتاعها قليل بحيث إنها برضو تبقى ديربل كله كله بيفكر إزاي يطور علشان خطر يدينا زرع ديربل مسكة في العظم عايشة بتفاعل وبتعامل معاها في الأكل بالذات بشكل طبيعي الرجل اللي كان المسدس ده طبعا مش نخلي حد يأكل المسدس وطبعا هم كان عايز ينقص حياته لكن الزرعات والتركبات الحديثة قوية جدا 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 نقدر نتعامل معاها بشكل طبيعي زي الأسنان الطبيعية السؤال أو أكتر معضلة دايما بتشغل بالي الناس إنه واحد يروح يزرع فيتقله العظم عندك مش كفاية تمام دلوقتي برضو من ضمن يعني من ضمن الفوائد اللي فديتنا جدا في التكنولوجي حاجتين أول حاجة إن الناس اللي ما عندهاش عظم كفاية بقيا نقدر نعمل لها عمليات زراعة عظم وتم برضو عمل أبحاث وتطوير العظم الصناعي حتى علشان في ناس كتير بتخاف من الأوتوجينس اللي هو العظم اللي بيتاخد من الحالة وإن كان في بعض الحالات اللازم ما لقاش حال تم تطوير طبعا العظم الصناعي وده بقى بديل في حالات كتير قوي زي بالذات الفك العلوي في المناطق الخلفية اللي بنعمل بها عمليات رفع الجيب الأنفي اللي بنعوض فيها تآكل العظم الشديد دي بقت عملية عادية جدا بنسب نجاح عالية جدا 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 خلت الناس اللي ما كانش نافع أنها تعمل زراعة أنها تعمل زراعة طورنا بقى الموضوع أكتر من كده أن في زرعات حديثة اسمها زيجومة إيمبلانت زيجومة إيمبلانت يعني أنا خلاص ما عنديش عظم في الفك والحالة صحيا الظروفها الوقتية لأن زراعة العظم عشان تزرع عظم فبتستنى ست شهور وبعد كده بتزرع وتستنى ستة كمان من ثلاثة لست شهور علشان تعمل التركيبات السابقة فبنتكلم في رحلة مدتها سنة فضم تطوير نوع من أنواع الزراعات طويلة الزراعات داية ما بتتحطش في الفك تتحط في الزيجومة هنشوف دلوقتي صورة حالة جاية من غير أسنان وبعد الأسنان بقى شكلها إياه عشان نعرف الفرق أسنان ولا أسنين تعالوا نشوف بعض الوش بيطبق يا جماعة طبعا ما احترامنا شايف الفرق ده كاناب انتهى شايف الفرق ده كاناب والله أنا عايز أقول لك بقى أن هنا لو مش شايل العينين كمان الفرحة اللي في العينين اه وشكل العينين إزاي مظبوط مع شكل الاسمايل لا بقولك أنها بنتها الفرق إيه عافية دول نفس الشخصية الحسنة يا الحمد لله ماشي ممكن بنتها ورسة الحسنة الفرق إيه عايزين نعلم الناس الفرق إيه مع أسنان الفرق أسنان مع السنين لو فضلت تعمل بو لا بس أنا بحقيقة أنت جبت بقى وش مصري أصيل كمان الحمد لله بقى في مشوش مصرية أجنبية شوي لكن ده وش مصري كلاسيكي بقى وشايفين الفرق احنا هنا عايزين نعرف الناس إن الزراعة من أكتر الحاجات بالذات بقى للستات اللي ترجعك شابة دين والرجال بقى كل الناس ما هنشوف راجل بص الفرق بين الاتنين بص فردة شفايفه بص شفايفه هنا كان يتعامل إزاي وهنا عامل إزاي مبدئيا شفايفه فوق كانت دخلة يعني بص هنا شفايفه اللي تحت هي اللي سبقة في اللي بعد رجعنا تاني للشكل الطبيعي وشكل الطبيعي إن الشفايف اللي فوق تبقى سبقة يبقى الفك اللي فوق عندي سابق الفك اللي تحت يبقى خد ده مليان بص هنا الفرق أسنان الفرق أسنان مستنين أنا عكبان عايز الناس اللي بتظهر في الأفلاب المسلسلات يعني لازم بالناس تكون عندها يعني اهتمام بأسنانها نرجوك لإن أنت بالذات اللي بظهر في التلفزيون لإن أنت نموذج بالظبط مش بس نموذج يعني يعني في ناس يعني فعلاً هيتغير شكلها طبعاً كنت عايز تقول حاجة أنت نموذج وهتكمل أنت نموذج والناس بتمشي وراك فلما بيلاقيك لو أنت حد معروف وبيلاقيك مهمل في أسنانك يقول لك عادي ده فلان سايب سنانك أنت المفروض مدام نموذج دايماً والناس بتتبعك خليك مدام ربنا أداك الحتة دي خليك تبقى مصدر هداية للناس في شكلهم في صحتهم دي هتاخد عليها على فكرة أجر أن أنت الناس تشوفك فتهتم بنفسها ده الناس هتاخد يعني ده هتاخد أنت عنه أجر لأن أنت بتخلي الناس صحتها أحسن وشكلها أحسن في ناس عندها فلقة بين سنانها فمحتفظة بيقولك ده بتاع ده ده باب الرزق ده باب الساع فلق الساع أنا متفق على حاجة إيه هي؟ أن التجميل بالذات ده حاجة نبع من الذات ممكن على فكرة جداً يتعمل له أسنان شكلها أحلى وعنده الفرق ده ويبقى شكلها أحلى بس هو مرتاحش عشان جداً دايماً بقولي للناس إيه؟ أوعى الدكتور تروح له تكشف على أسنانك وقولك أنت محتاج تجميل وتسمع كلامه لازم أنت اللي تقول أنا عايزة أعمل تجميل ولازم تتحيل عليه أنا بتجيلي الحالة تقولي أنا عايزة أعمل تجميل أقولها ليه؟ ليه عايزة تعملي تجميل استانك فيها إيه؟ طب إيه اللي ندائك؟ ولازم تناقش معاها علشان أعرف أن أنا هحاولها وإلا ممكن يكون عندها أسباب وهي وتيجي تعملها تجميل والتجميل تغيير ويبقى هي مع أنت التجميل ده ميت حاجة أنت ممكن تعمل تبيت بس ممكن تعمل راجل لسه بس ممكن تعمل تقويم التجميل مش إشرة وتجميل وفينير وتركبات لأ التجميل حاجات كتير قوي فلازم تسأل الحالة وتفهم هي أعمل إيه اللي مدائقة وتعرف تحللها الموضوع ففكرة أن واحد مبسوط بشكل سنانه حتى لوحشة بعيدا عن الإعلامين يعني لأ أنا ما بنصحش أنه ينصح ولا حد لأ أنت لازم تكون أنت اللي عايز أنا بقى عملك تعالي بقى سمعك أبو العريف أه في الزراعة في الزراعة تعالك كمان أبو العريف في الزراعة أه أوه يا أبو العريف كل حاجة يا رب بقى ده مش في أسنان باس ده أبو العريف في كل برشيت يا بيشة كل ما عدي على مكتبه ألا إيه فتح الإنترنت بيساريش على مركز أسنان وقاعد يقارن ما كانوش درسين هتزرعهم هي عملية زرع قلب ده انت مهولاتي صحيح مش ده التخصص يا حبيبي اللي تدور فيه وتقارن بين الدكترة والمراكز الأسنان معروفة وحاجتها معروفة لا هيفرق فيها المكان ولا الدكتور قصتها ملمومة أي دكتور هيزرع لك الجدر ويشبط فيه التاج فيها حرفانة يعني أكتر من كده الطب والخمات قلت له دي كمان فيها برندات مش هيفرق النوع اللي ليك انه يكون شبه سنانك والسلام ربنا مسهلها على العالم والعالم بتعقد نفسيها ده من أشهر البيهيفير عند كتير من الناس اللي هو إيه؟ يا عمه هو فيلم آه آه صحبي اللي جانبي اللي جانبي صحبي فلان على الى فكرة في دلوقتي التتران في السنان وفي التجميل اللي هو بعمل عند صحبي دي كارثة يا في ناس فيه لو شفت الدراما شفت دراماة رمضان اللي فاتت الصحاب دول هم اللي ضمروا كتير هم اللي بوازوا كلها حاجة هم اللي بوازوا كتير من الستات اللي طلعوا طيب صحبي تخصصه إيه؟ لأ مع صحبي بقى هسأله دكتور سنان لأ معنا اتفقنا صحبي انت تخصص إيه يا صحبك؟ تخصصك إيه؟ ده سؤال هتسأله الحقي أيه أسأله لصحبي آه ايه مفيش حسمها كده هايك يا صحبي يقول لي لو انت تخصص زراع هعمل معاك أمين تخصص تقويم لما ابني ولا بنت عايز يعمل تقويم هعمل معاك تخصص علاج لسه لما احتاج علاج لسه أجيلك تخصص علاج عصب أجيلك هتعمل لي علاج عصب انت صحبي يا صحبي يقول لي انت تخصصك إيه عشان أجيلك تبب الأسنان تخصصات ولا أنا برتاح لك بقى وانت صحبي هتزراع لي بقى وتعمل لي علاج اللسه وتعمل لي علاج العصب وتعمل لي تقويم ومش مهم الخاص ما عامل لي انا صاحبي عامل لي بلاش بس عامل لي في تخصصك. يعني جاملني في تخصصك. ما تجاملنيش في تخصص تاين. هو انت لو عملتلي في تخصص تاين انت مش هتجاملني. بس ما هتجزيني. جاملني في تخصصك. ده ده زي رهيبة. يعني نما عشان انت صاحبي هتاخدني آآ ما اولى زي ما بيقولوا لا. يعني ما فيش هيسمها كده. في قضية بقى. فمرة لازم نفتحها. وبليس بقى. بما انك انت بتيجي زايد كتير. لازم. معك. اه. انت بتيجي زايد التين وخميس. مش كده. خلاص انا معك. طيب خلاص يوب معي بقى. خلاص. لان هنفتح ملف مهمة قوي. الحقيقة انا عايزة افتح ملف ده على مستوى الاسنان والتجميل. اللي هو ايه. آآ في ناس متخصصين او بيشتغلوا في مجالات معينة خبراتهم محدودة. بس عندهم حاجة مهمة جدا اسمها علاقات اجتماعية كويسة. فبينتشروا في الوسط الفني. وبيعرفوا فنانين. الفنانين طيبين على فكرة معظم. فبيسلموا له نفسه في الاسنان او في التجميل. ويروح يعمل. بكلفة التجميل بقى اللي هو العادي. ويروح يعمل. والنتيجة بنشوفها في الدراما. ونشوفها في السنة. ويحنا بنعيدها. وبيجيلك اه. ويحنا بنعيدها. نشوفها في الدراما. كل كل سنة. يجينا خمشة ستة عليهم كومنت نعيدهم. كل سنة. انا شغالين كل سنة يعلى الترندات. بس انا عايزة بسألك بعد. ليه هم بيتهوروا. يحكييلي. ليه. اكيد بيحقولك. اه. هي هي فعلا بيبقى. صحبا. يعني او هو فعلا مش عارف ان الموضوع معقد. بيبقى هو فاكر ان الموضوع زيه. زي التجميل العادي. زي. لا يعني. الموضوع بقى. لما بيعرف ان هو واقع في ورطة. وان شكله مش مزبوط. ويجي يشوف الفرق. احنا في ناس عامل الله تجميل بقى ان اسنين ما حدش يعرف. لا هم بيقولوا ولا احنا بنقول ولا حد يعرف. وشكلهم على الشاشة طبيعي. والناس اللي عمل التجميل وحصل عندهم مشاكل وبقى شكلهم وبقى منتقدين على الشاشة. الحمد لله تسعة وثنين في الميون منهم عادوا اسنانهم معنا وبقى شكلهم طبيعي. ونشوف ناس كتير هيلاحز في ناس كتير هتلاحز ان فيه فروق في وبعد الناس من رمضان اللي قبل اللي فات ورمضان اللي فات. هيلاقوا فيه تغييرات. يعني الحمد لله لك والنورة جزء كبير منه. نورتنا. انا بطبس او انا. انا الحوار معك. بس فيه ملفات كتير بلايك. لا انا معاك خلاص. فيه ملفات كتير هنفتحها لاننا بصوا احنا فيه اضايا فيه ملف مهم الاسن نفتحه السوشيال ميديا. طبعا. ودورها في عالم في الاخبطة بتاعت الوضع مصر هل مصر المنافس السياحة العلاجية الموجودة في مصر دي ده ملف من الملفات اللي انا عايز اكلم معاك فيها وايه فاسيليتي وايه الافكار عن السياحة العلاجية اللي ممكن تتعامل في مجال طب الاسن. يا ده ملف بانسيب دي حلقة دي بقى ايه? حلقات. دي مهندة. عمل اقول لك على حلقات. اه. حلقة السياحة العلاجية دي حلقة خلينا نعملها في الناس الحلو. ارجوك. خلينا نعملها في الناس الحلو. يوم الاتنين اللي كانت. ماشي خلاص. هتوبقى. هتوبقى الحد لكن احنا هنصورها يوم الاتنين. انشاء الله. اشرفت بيكو بيكو. ضيفي العزيزة الخيمة العلمية المتميزة والاسم الامر واحد من ميجاستر زهزة المجال لصوص الدكتور نوري دين مصفى المتخصص في مجال تجميل الاسنان. وعضو الكل مجلس العلمي لزراعة الاسنان من جماعة نيويورك والمدارب المعتمد بجمعية الدولية للتصوير الرقمي كان ضيفي فيه الدكتور كالعادة. الخميس برونقه واطلالته المختلفة المتميزة. علم كثير تتسمعونه فقط في الدكتور.